السلامة و مرحبا بكم مع ديوه سويت نيس ماذا أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي اليوم ما نقوم بمبعضنا؟ ما هي السهلة مهلة؟ ما فيها شيء فقط تشد قليلاً وقت في التحذير الذي هو المقروض ما معناها تشد قليلاً وقت على خطر يزمنا نجدها يرتاح بالقديد هكذا لماذا يأخذنا برشا وقت؟ اهما ما هو شيء صعيب حتى طرف اليوم وصفتنا جينا من كراس تحنين تيرحمها ويرحم جميع الممنين يا ربي عرفتوها هيك الكراسة اللي نورثوها على جدودنا نتصور برشا فيكم عندهم منها في الدار الكراسة اللي فيها ريحتهم والبنة لكل وصفتنا اليوم زمنية جزت أنا رني بدلت شوية في الشكل بحكم لهنا ملقيتش القالب اللي نطبع بيه وغيرت شوية في المطعم منتعة الدقلة وبش نقول لكم معناها شنو الحاجات اللي تنجموا تغيروهم؟ أعمل بنا ولهشو شيء هي 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 تنجموا تقدموه مع كويستي منعنع كيما نعرفينا وإلا قهيوة في الصهرية وإلا حتى في سير الليين كيجيوكم الضيف ماشاء الله يملوا العين أيا توكيل عادة كنا عجبتكم الوصفة متاعنا ما تنسوش بش تبرتجيوها وتشجعوني برشا جميع كومنترات وأهم حاجة ركزوا مليح مليح في كل كلمة نقولها وتوا يلا نبدأ أول حاجة بش نبدأ بيها تبسيس السميد متاعنا في صحفة كبيرة بش نحط ما يقارب 400 جرام سميد أرطب هيك السميد النعم وبش نزيد فوقه 200 جرام سميد متوسط ما ننسوش رشا صغيرة ملح رهية سر تبنن وبش نزيد فوقهم 150 ميلي لتر زيت سخون أنا اللي هني خلطت مبين زيت لقطانية وزيت الزيتونة أما تنجمو تعملو نوع واحد وإلا تستعملو مثلا شتر زيت شتر زبدة ما غير حليب نخلط كل شيء مليح مليح لان كل شيء يجانس مع بعضه وحبت السميد تشرب هيك الزيت وتتنفخ ملو الخلطوا بالمغرفة باش ما تتحرقوش بعد بيديكم خير باش تبسسوا السميد مليح مليح وديكم الكعبة المقروضة هشوشة مبعد كتطيبوها ملاحظة صغيرة تنجمو تحطوا عود قرنفل وإلا عود قرفة في وسط الزيت وانتو ما تسخنوا فيه أنا تورني ما عملتش الطريقة لي قلته لكم على خاطر مبعد باش نحطوا شوية قرفة في العجينة أهم حاجة في المقروض انكم تصبروا شوية في الوقت تخليوه يشرب زيته بالجديه وكيف كيف زادا مبعد تخليوه يشرب المياه بالجديه نغطيو الخليطة متاعنا ونخليوه يرتاح في حرارة الغرفة علق ليلة سويتين وإلا تنجمو حتى ليلة كاملة ما يقلقش نتعديو للدجلا متاعنا خليت لهن 400 جرام عليك وباش نزيد عليه شوية ماء كيما أقولو شتر ززوة وإلا شتر كاسم تا قهوة عربي كان تحبوه تنجمو تعوضوه بشوية زهر وإلا عاتر شية وإلا أي ماء منسم انتو ما تحبوه أنا نخير هكا باش ما نغيرش المطعم بتاع الدجلا ملاحظة صغيرة كان الدجلا متاعكم فرش كوترية راكو ما تستحقوش وتحطو الماء الجملة أنا لهنية يبسة هيك عليش صبيتلها شوية ماء باش تتنفخ ومبعد تسهيلي كي نبدأ نرحي فيها أنا لهنية باش نستعمل الماكينة اللي ترحي الحم أما تنجمو تستعملو الخلاط الكهربائي العادي ما يقلقش وزيد كي هي باش تتنفخ في الماء راهي تسهيل معناه تنجمو توسعو بقلكم كان ما عندكم مش خلاط كهربائي وتعجنوها بيديكم تدعكوها بالقدي بالقدي توطوعكم وحاجة أخرى زادت نجمو تستعملو العجنة بتاع التمر الحاظرة لتتباع تحلوها بشوية ماءة ترشية وإلا زيت زيتونة أكهو معناه ما تستحقوش لدقلة لحتى شي اخر قسمت الكمية بتاع الدقلة على الاثنين خطر حبيت نعمل دو كو معناها حبيت المقروض ما يكونش الكل فيه نفس المطعم وأول واحد أخذيت لهنا مي وقارب مغرفة كبيرة عجينة مفريوة خمسين جرام نوازية مهاروشة ومحمرة مضيح يلزمها تكون محمرة بش تعتيكم مطعم البنين مبعد في المقروض متاعكم وخمسين جرام جلجلين مرحي محمر ملاحظة صغيرة بالنسبة لعجينة مفريوة كان لديكم مش نجموا تستعمل عجين جلجلين وقالت نحيوها تستغنيوا عليها جملة وهو يقعد لدينا بش نعطيه لكم اقتراحات وانتو ما مبعد عندكم حرية الاختيار تنجموا تتفننوا وتبدلوا على كيف كيفكم حاجة أخرى برشة سألوني ما معناها جلجلين الجلجلين هو السمسم كي نخلط مليح مليح كل شيء مع بعضه وكي نعمل كعابر الوزن المتاعهم مبين 8-9 جرامات تنجموا تنقصوا قليلا كم تحبوا اما هكذا يجيكم معبية بالكذاب الدقلاء في المرحلة هذه ماذا بيكم تدهنوا يجيكم بشوية زيت كي لا تقعد لعجينة متاع الدقلاء بربي الدقلاء اللي ما يعرش معناها دقلاء ستتمر كي لا تقعد لعجينة متاعكم تتلصق في ديكم وحاجة اخرى كان ما عندكمش القالب اللي انبشنستعملوا مبعد ستنجموا تعملوا الطريقة التقليدية متاع المقروض معناها العجينة متاعكم تعملوها دي بودان دي بودان ومبعد تحطوها في وسط العجينة معناها ما يقلقش متحيروش تنجموا تستعملوا نفس الوصفة وتعملوا طريقة اخرى نتعدى للمطعم الثاني وغرامي لياميت اللي هما القشور متاع البوردغين المرحي ما تتصوروش قديش يبنن على الاخر اللي عجينة متاع الدقلة متاعكم انا اخذيت لهنا مية وقارب 6 جرامات قشور بوردغين مرحية راني انا نشريها حاضرة معناها تنجم تكون المطعم بتاعها قوية على خطر معناها ماهيش حاجة حذرتها انا في الدار معناها كانت تحبوا تنجموا تزيدوا اكثر شوية في الكمية كان انتوما مثلا القشور متاع البوردغين عاملينوا واحدكم في الدار هذا ماهيش نقصت ونزيد عليه 50 جرام دوز ابيض مهاروش من المستحسن تحمروه على خطر انا حتيتوا لهنا هكا ابيض ما حسيتش المطعم انتاعه بالقديم معناه ان نتصور كاين حمرته شوية يكون قبلا كيف كيف باش نخلط كل شي مع بعضه ونعملك عبر بنفس الطريقة كما قلتلكم راهو بالنسبة للعجينة نجموا تبدلوا المطعم اللي انتوما تحبوه نجموا تحطوا نعتيكم شوية مقترحة اخرين نجموا تحطوا قرفة عطرشية زهر كشور ليم نجموا تحطوا شوش ورد يعني هو في الاصل يحطوا له القرفة يحطوا له شوش الورد يحطوا له زدعاء ودلقرنفل نجموا تحطوا الفني حسيلوا اعملوا على كيف كيفكم بالنسبة لي ان دي ما نقولها الكوجينة فن وكل واحد فنان في كو الجينته لا تنسيوش بشتغطي ولكعابر متاعكم بتاع الدقلة بش ما يشيحوش ونرجع طوال تحذيل العجينة متاعنا استيخذت وقتها وارتيحة مليح مليح بش نحط شوية خميرة متاع حلويات على رسل مغرفة ونخلط كل شي مع بعضه يلزم نخلطه بالكداء بش كل شي جينس مع بعضه لهنا عندي ليكم ملاحظة صغيرة من المستحس ان تحطوا اللخميرة متاعكم في الماء اللي بش تعجنوا به يكون خير انا كنت مزروبة وقتها مركزتش بالكداء لان قعدت معنا بش نخلط نخلط لان كل شي جينس مع بعضه حاجة اخرى ماذا بيكم مقبل ما تبدأوا المرحلة هذية متاع اللخميرة وبيش تصبوا الماء وتعجنوا الخليط متاعكم تكونوا متأكدين اللي كل حبة متاع سميد شربت بالكداء هيك الزيت لان تحبوا تبسسوهم قليلا بيكم قبل ما تبدأوا تحطوا اللخميرة وتبدأوا تعجنوا يكون به اخذت لهنا 180 مليلتر مليح دافي 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 نجم اقول لكم حتى سخون على خطر ان نخليوله حكاية عشرة دقائق بعد بشي يبرد ما يقلق معناه وبشي نحط فيه شوية زعفران يتنفخ كان ما عندكم مش زعفران ما فيما حتى مشكلت نجموا تحطوا شوية كركم كركم متاعنا بشي يخلينا كعبة المقهوض ونبعد لونها ذهبي مزيان يعنيها بشي يعطيها لون مزيان اكثر وكهو اما بذا بيكم تحطوهم معناه ما تستغنوش عليه وبش نزيد عليه شوية قرفة نقلو ثلث مغرفة صغيرة ما هيش معبية لهن زيدة يقعد حسب الضوء متاعكم كنتحبوا برشا المطعم منطاع القرفة راكم تنجموا زيدو شوية معناه نحرك مليح مليح ونخليه يرتاح حكاية عشرة دقائق قلت لكم كيف نخليه يبرده قليلا كيف نخليه كل مطعم يتسيب متاع القرفة في الماء وفي نفس الوقت كالزعفران يسيب اللون متاعه ثم ما بقى كيف نصفيه فوق الخليطة متاعه سميد ونلمده ما غير ما نعجنه هذه حاجة مهمة برشا المقروض ما يحب العركين ما هو عجنة خبز ما تدخلوش فيه تعجنه 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 لتلمد العجينة الكل وحاجة اخرى ما تصبوش كمية الماء لكل فرد مرة على خاطر كل سميد وقد يشرب سميد يتطلب اكثر ماء كما يتطلب اقل تصبوا بشوية بشوية وتلمدوا بديكم حتى تتحصلوا على عجينة متجنسة مع بعضها هنا استعملت الكمية الكل الماء 180 ملتر وزدت وزدت 20 ملتر اخرين ذهب فقد تضلك عجينة وك START ماء ولت لون واحد كي نغطيها ونجعلها ترتاح أن نصيف ساعة أكثر حاجة نقوله ماكسيموم ساعة كي ترتاح بالجداء وتشرب هيك الماء اللي صبيناه دي العجينة بتاعنا ارتحت وكي نتعدى وتوقع نحضروا كعيمة المقروض بعدنا جربت برشة ورق كي نودكم بأسهل وأسرع طريقة اللي هي كي تاخذوا كمية ملع عجينة بتاعكم وتحلوها بالقلقال الخشنة بتاعها حكيت نصف سنتي اللي هنا يقعد زادا حسب الضوء متاعكم كانت تحبوا فيها برشة عجينة كعبة المقروض خطر الانجينيغال اللي كانت تشريوها تبدأش فيها برشة ديقلارة يعني اللي هنا حتى بعد وكانت شفتوا كي كليتها فيها معبية بالقديب الديقلار كانت تحبوا فيها أكثر كمية متاع عجينة نجموا تخشنوا أكثر شوية وكي نقصها بالنبخط بياس متاعي تنجموا تستعملوا كيس كانت تحبوا هنا اللي هنا القطرة متاعه 7 سنتيمتر نأخذوا سيح كليمتاع عجينة ونضعوا في وسطها كعبورة من عجينة الدقلار اللي سبقوا حذرناها توا ما بقى كان باش نسكروا العجينة ويلزم نلسقوها مليح مليح في بعضها وكان حسيتوا عندكم برشة كمية متاع عجينة وانتو ما تحبوا تستغنيوا عليها راكم حتى في المرحلة هذي تنجموا تستغنيوا عليها باش نلمة توا العجينة كيما قاعدين نشوفوا فيها وباش نسكرها مليح مليح يزنكم تقرصوها بالكدي باش نبعد الكعبة متتحلش وتقعد منظرها مزين مبقى توا كان باش نكعبرها مليح 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 مابيني داية وباش نتعدى ونعتيكم شوية نصائح على القالب كان باش نستعملوا نفس القالب اللي انا استعملته ماذا بيكم الملاحظات هذو ما تركزوا فيهم مليح مليح باش تستنفعوا متجربة متاعي اول حاجة التابعة متاع الزينة اللي باش تختاروه باش تطبعوا به المقروضة متاعكم يلزم الزينة متاعه تكون غارقة علاش؟ على خاطر كي ما يبدوش لخطوط متاعه غارقين مبعد كيبش تجيو تقليوه باش تتنحق هيك الزينة ويقعد معاش فيه حتى منظر ثاني نصيحة واهمها انكم يلزم الكعابر متاعكم تخليوهم يشيحوا شوية حكيت عشرة خمسة دقائق حقيقة في الهواء باش العجينة تشيح ومبعد كي تتطبعوهم الزينة تقهد على خاطر كي تبدأ العجينة ترية نقولوا طوى انتو ما باش تتطبعوهم ما مشيتو ما سخنتو الزيت متاعكم ما مسخن الزيت ما جيتو باش تقليوهم إلا هيك الزينة نقصت بالقدي ومعادش تبدأ مزيانة معانا للك هذه هي نصيحة ثانية المهمة برشا والنصيحة الثالثة اللي ما تعملوش نفس الغلطة اللي انا عملتها خطر انا بالنسبة لي هاذيه غلطة انكم تستعملوا الفرينة في القلب متاعكم علش متستعملوش الفرينة عا خاطر الفرينة كي فتحطهم بعض كعبية المقروضة دقلاو باش تعمللكم الرغوة ومعناها كيما في اليويو ماذا بكم تحله بالزيت اليويو متاعكم لهناء القلب متاعكم ماذا بكم تدهنوه بالزيت كين تحبوا تعملوا الفيرينة يلزمها الكعبة تقعد تشرب هكذا الفيرينة مليح ما تقعدش الفيرينة من فوق قم بعد تتحرقل هكذا الفيرينة اللوطة في القاعدة على الطنجرة بتاعكم وتعمل للكم الرغوة حسيلوا باش نسهل عليكم وان شاء الله انتم ما تكونوا فهمتوني احسن طريقة تكعبروهم مليح خليهم معناها في الهوية حكاية 15 دقايق باش تعملوا ايكا الكخوت متاع العجينة مليا العجينة تشيح انبعطت طبعوهم وتقليوهم دي راكت في الزيت متاعكم السخون ومش سخون برشا هانا تاوبش نحكيو عالزيت الهنا انا عراني استعمل زوزة طوابة عمتاع زينة باش نفرق ما بين المطعم اللي عملناه باللقشول البردغين والمطعم اللي عملناه بالعجينة البوفريوة والهنا حبيت نوري لكم في اللخر كي تبدأ زينة متاع الطابعة عمتاعكم ماهيش غارقة انو الزينة متظهرش معناها كان هكا متظهرش بالجدير راهو كيف يشتقليوها باش تتنفخ وتتنحى موسيقى نتعذي القليان كعبت المقروض وإلى مناع رشنا ونسميوهم اقترحوا علي انتوما في الكمنة هنا عندي كمية متع زيت متع قليين عادي يلزم السخانة متعوه تكون من متوسطة الى عالية ملزمش الزيت يكون سخون برشا علاش على خطر بش تحطوا كعبة المقروض بش تحمر لكم برشا من البرا و بش تقع من داخل ناية الحاجة الولى هالي الحاجة الثانية الزيت زيت ميزموش يكون بارد زيته على خطر كم بش تحطوا كعبة المقروض بش تتفترش و بش تشرب لكم برشا زيت هذيك عليش من متوسطة الى عالية معنى بش تخليوا الوقت الكعبة المقروضة متاعكم تتفترش بالقدام الداخل و تتاخذ لون ذهبي مزيان و ما غير ما تشرب الزيت بش نقضل هنا نقلي في الكعبة المتاعي و في نفس الوقت كي مقاعدين تراوفية نحضر في الكعبة الجنين بتاع المقروض معنى اللي خليتهم ارتاحوا حكاية خمسة عشر دقايق و بش مبعد نلقاهم حاضرين في سافيسا نحطهم بتقليب موسيقى سايا كعبة المقروضة متاعنا اخذوا لون ذهبي مزيان و تعبوا بالقدام من داخل بش نتعدى و نشحروها و القاعدة دي ما تقول عندكم حالين ياما المقروض متاعكم سخون و الشحور يزمو يكون بيرد بيرد و الشحور دي ما نقول لكم طيب و قبل بنهار قبل بنهارين بش حتى كنسكر و متاهلكوش الحلوة متاعكم و الا عندكم الحل الفاني الشحور متاعكم يبدأ سخون و كعبة المقروض يبدأ بيردين معنى ها سهلة الحكاية و سهلة القاعدة ما فيها حتى شيء بالنسبة لكمية الشحور تقعد حسب الضوء و حسب الاختيار انا راني ما خليتهمش يتنفخوا برشة في الشحور على خطر ما نحبهمش يجيوا مع السلين برشة اعمل هنا يتقعد لكم انتوما حرية الاختيار و تنجمو كما قتلكم انا تسمى كعبة مش حارتهمش بالنسبة للشحور متاعنا راني سبقت و عملت معاكم فيديو مفصل عليه يلزم يكون شحور خفيف كانت تحبوا درجة الحرارة متاعوه بالترموماتر يكون ما بين 113 و 115 درجة مئوية انتوما و حرارة البلاد اللي انتوما فيها معنى ها كانها يسير سخونة و تنجمو توصلوا 115 الحاجة الوحيدة المختلفة على الفيديو اللي عملناها مع بعضنا اللي انا حتيت فيه طرف قارس بشي سيب المطعم متاعوه انا خليته يغلي بطرف قارس في وسطه اكهو جي بنين 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 ما نحكي لكمش بالنسبة للوصفة 11 شهور تتلقوا الرابط المتاحة في خانة المعلومات تحت الفيديو اشتركوا في القناة 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 ديواسويتنس.com اشتركوا في القناة اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزويل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة